هذه الحالات الطارئة المكلفة باش مهندس ما تدفعكش للضرورة إيجاد حل من صندوق رعاية استثنائي لمثل هذه الحالات يا أستاذ إبراهيم أنا الأوان للتأمين على اللعيبة أما صندوق الرعاية كل ده يعني مضطر له لأنه ما فيش ولكن اللعيبة النهاردة بتاخد مبالغ تسمح أنها يتعمل لها بوالس تأمين بالمشاركة مع مؤسساتهم حتى بعد اعتزالهم بعد اعتزالهم بوالس التأمين دي حط فيها شروط اللي انت عايق لا في بعضها وقتي وفي بعضها مدى الحياة التأمين أصبح للرياضي ضرورة والمبالغ اللي انت بتقبضها النهاردة بتسمح وتتيح لك وللنادي اللي بينفق عليك كل هذه المبالغ يعني النادي اللي بتتعالج بكاما يا أستاذ إبراهيم انت لازم لازم ولكن هي التقصير الحقيقة من شركات التأمين أنا حاولت كتير ويجوا يعودوا معايا بتاع بعدين أقول لهم طب روحوا برا وجيبوا سيستر كامبني من هناك أو يعني شراكة مع أي شركة خدوا منها نظامها وبعدين في حاجة اسمها يعني باك تو باك انشورنس يعني تأمن علي وأنا شركة التأمين تأمن على تأميني مع شركة يعني تبادل خلاص بيوزعوا احتمالات الخسارة بطريقة أكثر أمنا لكن التأمين هو اللي يخلي الناس تلعب لأن مش معقولة اللعيب يبقى بياخد هذه الملايين وبعدين فجأة يحرم منها